السلام عليكم أخوتي و أخواتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلدي في هذا الفيديو أخوتي جبتكم أبرز اللحظات بتعلقاء الصحفي للرئيس عبد المجد تابون مع ممثلي الصحافة هذا اللقاء أخوتي جاء فيه كثير من الأشياء المثيرة للاهتمام أولا سنوركم بالفيديو تأثر الرئيس عبد المجد تابون بمنادات الشعب له بعمي تابون يعني هو يقدر هذا الأمر كثيرا و سنوركم ردات الفعل تعوكي سقصي والصحافة على هذا الأمر أن الرئيس تابون تحدث على الإمارات يعني مباشرة والعداء التحليل الجزائر و كيف أنها ستدفع الثمنة أيضا بخصوص هذا اللقاء الرئيس تابون يتحدث عن تأسيس كيان بين شكوخاتي الجزائر تونس موريطانيا و ليبيا رح يكون أقوى تكتل اقتصادي في إفريقيا و رح يعوض الاتحاد المغاربي يعني هذا الدول و بدخولها في هذا التكتل رح تتخلى على المروق صحيح وأيضا نرغم كيفاه يعني وراء الحركات تعرئيس عبد المجيد تابون مؤخرا الكثير من أعداء الجزائر يقوموا بتحليلات كلم رئيس تابون يسيوا زيما يروحوا للكلام تعون مشفر باش يسيوا يفهموها لأنه مؤخرا مقدرش يفهموا التحركات تعرئيس تابون وحركاته الفجائية بانتخاباته المقدمة وكل هذ الأمور أيضا الآن الكثير من المواقع و كنت هذا الخبر ديجي شاركت معكم البارح ولكن زدت لقيت مواقع أخرى كثيرة تتحدث عن اقتناء الجزائر لأقوى الدرونات في العالم وكيف أن فرنسة مرعوبة من هذا السلاح سوف نشارك معكم بالتفاصيل أكثر على الموضوع هذا أيضا الاحتجاجات يعني محبتش تحبس وين في فلسطين محتلة ولهم يسموها إسرائيل ورح نوركم بالفيديو قبل ما نبدأ التفاصيل تعلفيديو خوتي ادعمونا بالضغط على زي الإعجاب هذا يدعمنا بزيف خوتي واشتركونا في القناة وفعلوا الجرس هالأمور كلها تدعمنا لصدى والحملة سينيار شكرا بداية نشوفوا معي هذا الفيديو خوتي لخروج يعني كل المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين يديروا احتجاجات ضد نيتنياهو يريدون يعني خلاص طرده شوفوا بعد هذا الحرب يعني البلد التحم ولا هذه الكيانة ادخل في واحد الأزمة كبيرة للغاية اقتصادية سياسية كل شيء يعني عزلوا نفسهم هذا الان يصوروا طبعا صحينا الان يصوروا الاحتجاجات ملتحت انتم اخوتي اشراكم في هذا الموضوع حبيت اشارك معكم فيديو اخر خوتي هذا الفيديو من باريس من فرنسا وقولوا لي خوتي زعمت تقدروا تمشوتما في هذا الرواقة شوفوا الفيديو يا ناطي يا ناطي يا ناطي يا ناطي يا ناطي مسكننا يصور مخلوع قلوا يا شوفوا الجردان كيف كفرك من تباشوا معهم نورمال كل واحد فيهم قدي في الطوش وقد من يا الله طيف اذا دي مرة طاعون واحدة اخر دي مرة يمنى اخوتي ونورمال نسرا يتمشي كشغل اعتادوا على هذا الامر في باريس عادي مهم يلا رأوا الاخبار ضكف الاخبار راح نركز لكم بزيف على اللقاء الصحفي تعرق يستبون مع ممثلي الصحفة ولكن قبلها من الابرة حبيت نشارك معاكم هذا الفيديو ايضا لشخص مثل الماروك ورخي الجزائر ومن يسمي بلاده يسميها مراكش وشوفو ايش قال عن الجزائر الحمد لله الله يخلف عليكم والتحية لززائر اللهم مراك الحمد بلاد الامر انا اصلي من راكشي مغريبي انا اصلي من راكشي حر الله يكتر خيركم راني العام الثاني وانا هنا افتبازة الحمد لله شوف شوف ربما من انعرف انا البلاد اكتر من ولد البلاده علش دومين ديالوك يدورني ما خليت اي ولاية ما افترت فيها الغواط شلفل غليزان المهم اش غنقول لك ما خليت تا ولاية علش دومين ديالي كي خليني نضار في البلاد ينضار في البلاد الحمد لله ونشكره الله يلالله عمانك الحمد الله يخلف عليكم الله يكتر خيركم لا لا باس الحمد لله انا كنكلك ستصر سناوة ستصر سناوة هنا اخبتي انا كنشوف فيديوهات مت هذي ولا غير نفرح نعرف بالكشف الجزائريين واعيين يفرقوا بين البوليتيك وبين الافترة الشعوب المهم يلا روح الاخبار حبينا نشارك معاكم لاحظة تأثر الرئيس عبد مجد تبون كي قالوا لممثلي الصحافة بلي الشعب الجزائري عيطولك عمي تبون ونت الرئيس الوحيد اللي اعطاوله هذي التسمية حني بودفليقة مكنوش عيطلو عمي بودفليقة نشوف الفيديو نشوف الفيديو نشوف الفيديو يعني أنا مزمان عندي عاطفة للشباب بصيفة عامة لأنهم مشغل المستقبل هو الشعار قال الناس يقولوا بالشباب مستقبل ولكن بالأخص الضرف هذا فيها احترام وفيها حنين وفيها الأبوية الحمد لله وصح خوتي رئيس تبون ما غلطش يهتم صح للشباب رغم أنه يقدروا ينتقدوه من كل النواحي ولكن على الأقل من هذا الناحية ما كان حتى رئيس دار منحة للبطالة يعني منحة للشباب اللي يقراوا وتخرجوا ومالقوش وشي خدموا يعني هذه حركة كبيرة جدا دارها الرئيس عبد المجد تبون رؤساء الأخرين لجو كومبلي واحد مدارها هذه تعطيك مدى تقدير الرئيس عبد المجد تبون للشباب وما زال يحاول الحمد لله يعني لما توصل لها بالعلاقة تعالى العم مع ابن الأخ الحمد لله يعني معناه بالجزائر ترجع لأصولها يعني الرئيس عبد المجد تبون هنا راي يقول بالشاب الجزائري راي عاملني كالعائلة تعو علاقة أخ الأب الله يحميهم إن شاء الله لا يحمي شبابنا عامل أنا في البرنامج أعود بالله أنا البرنامج ركزت وقلت أنا داك نستمسخر قال إنسان شايب يقول هذا الكلام هذا قلت أنا مرشح للشباب للشباب والمجتمع المدني قلت للشباب أنا ملتزم معكم اللي نعطيكم السلطة أنا نعطيها لكم من حقكم غيراني توسكوشون تراندفار لكي نعطيهم السلطة لأنها هما الأغلبية تهاد البلادات ناس أخرين تعشوا كرتيل كرتيلة في السفارات الأجنبية ما زلوا يحضرون اليوم خلوا أصبرا خلي الشباب عند الحق صحي خاتي وأيضا منذ قدوم رئيس عبد المجيد تابون لاحظنا من الكثير من الشباب تقلدوا مناصب عليا في البلد فتوم شاكوا خاتي في هذا الموضوع وبخصوص يعني لقاء الرئيس عبد المجيد تابون تحدث عن بلد عربي راح عنده واحد العداء كبير للجزائر ولكن الجزائر يفاقة بهم ما سمعوش قال رئيس عبد المجيد تابون بهذا الخصوص فتحهم أنا في رمضان وكل أشقاء يشهدوا لأننا لا نزل نمشيناش بكلام يعني في عنف بالنسبة لناس هذا نعتبرهم دائما أشقاء طلبوا لهم الهداية هذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم لأن تصرف التحم غير منطقية يبدو لي بلي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإتم تبلي أن تصرف التحم منطقية هنا الرئيس عبد المجيد تابون يدير حركة ذكية للغاية سيقول ليس أنا اللي بديت القطيعة والعداوة يعني معليش رانا صابرين معهم بالصحب يشش شوفوا يا العنب قال لي كعشا يتعرض له الجزائر من محاولات للاستفزاز من هذا البلد ليس نحن نكون السبب القطيعة والعداوة وما تقل بلي وما تقل بلي وما تفهم ليش الحركة العدوة هذه العدوة هي جمع الإمارات يعني غير منطقية تبين لي يا خوتي أنا رئيس شخصي تبين لي منطقية لأن الإمارات كونها كلبة إسرائيل وإسرائيل اعترفت بلي جزائر هي أقدد عدو لها فالإمارات طبعا راح تكون عدوة لجزائر لأنه عند كان أحد لنثلي يقول لك صديق صديقي عدو صديقي هو عدوي الجزائر عدوة إسرائيل يعني كيفاش حناء ما تخليناش كذا وكذا وكذا فالبولين من هداية إن شاء الله الجزائر ما تركعش ولو ياخدوا العبرة ياخدوا العبرة من الدول الأظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هيتين وقرارنا محترم لكن تبغي التصرفات اللي عندك معنا سخرين تفرضها علي يا راك غالط غالط بزاف إحنا هنا في خمس ملايين وستمائة وثلاثين ألف شاهد من عجلة هذه البلاد هالي وقرار بلا بغيت أنا مفهمتش رايقصد هنا رئيس عبد المجيد تبو أخوتي زعم إذا رك حاب تسيي معنا وش رك سييت معنا وخرا لك غالط لأن الإمارات سييت معا يعني السودان وطربقتها سييت مع ليبيا وطربقتها زادت سييت مع تونس وطربقتها سييت مع مالي وطربقتها وطربقتها ولكن كدخلت للجزائر اصطدمت بواحد السد مانيح ثمك يعني ما قدرش تتحرك مع الجزائر ورغم كل المؤامرات التاحها والتفاهم التاحها مع المروق وتعطيلها الدراهم باش يعني تخلي الدول الساحة تكره الجزائر إلى أن هذا الامر كله لم يفلح لدرجة حدها حتى أخوتي رقم شايفينا هذا الجنرال الإماراتي قالوا بلي كان يحفز باش تدخل جزائر في حرب مع المروق قالهم لو كانت تدخل جزائر في حرب مع المروق حنا نقفو مع المروق يعني واحد ما هضر على هذا الامر حتى الجزائر والمروق ما هضرواش على حرب بينتهم تقريب الإنسان اللي يخصص المال تاو باش يخرب الفتنة مش مليحة أنا عيق هذا ما الفتنة يعني عليه لعليه لأنا بتقريب صح ومش إلا قاتم يعني نشوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائم المال تاها الدولة موجود تلقيهم صح إمارات خاطر لا يستطيع أن يقول هذا ممثلي الصحافة ولكن نحن نفهمهم يعني الكود نحن نفهم في الجوار في اليوم المالي في هادي في السودان كونسير طاعون نحن لا نشكر لن يمكنهم أنهم محتاجون لأن نحن محتاجين للجزائري والجزائري لله عز وجل الضبار والجزائري والجزائري ما نش محتاجين نتمنون أن تعايش سلمي مع كل الأمم عرب وعجم العلاقات الطيبة مع الجميع لكن يا ويح يا ويح خاطئ أنا هذا ما نقوله راكم فاهمينها وقالها رئيس تابون لأن كله لهم العداوة دبلوماسيا لكن داخلنا خاطئ ها ويلي كالعالم الثمانينة يطيح عليها نيزك ذيك البلد تم شاك وخاتي في هذا الموضوع أيضا شوفوا ماذا تحدث الرئيس عبد المجد تابون على هذا الأمر وكان قال في السابق بللي يعني الناجج الوطني الخام للجزائري راح يوصل إلى 400 مليار كثير من الناس بدأوا يضحكوا حول هذا الموضوع يعني بلتهم يا حاصر أكروح تبعيد يا رئيس تابون وكان طلعتها بـ 50 مليار كان طلعتها بـ 100 وسهت تطلعها بـ 200 وانا عندي ثقة في رئيس عبد المجد تابون خاوتي قادرنا نحقو هذا الرقم عادي لأنه كيجر رئيس عبد المجد تابون كان الدخل الجزائري يعني 140 ورغم وقت الأزمة والكورونا وكل هذا الأمر إلى أنه وصلنا قريب 100 مليار فوق الدخل يعني الآن هنا في 240 أظن 240 مليار دولار رئيس تابون قاله حتى لسنة 2026 سيوصل الدخل الخام 400 مليار دولار ولكن رئيس عبد المجد تابون لا أحترش حتى أخوتي ستجعل المشاريع هذا النواتع الدراهم وهذا المشاريع سبحان الله سيبدأ العمل بها في سنة 2026 لدينا ميناء شرشيل لدينا طريق الصحراء لدينا منجم غارج بيلات طريق السكك الحديدية اللي يربط بين غارج بيلات وميناء شرشيل لدينا أيضا مشروع كبير جدا وأيضا هذا المشروع اللي هو لا رح يساهم بشكل كبير في الوصول لل 400 مليار وهو تأسيس كيان بين الجزائر تونس موريطانيا وليبيا أسمى عشق الرئيس قلنا نديروا لقاءات في البداية بايدون ما نقصي أي واحد هم مروا قرحت نحاولوا نتلاقوا نسقوا مع بعض نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية في بعض المواضيع كيف وجدتم الجانبين التونسي والليبي هل هناك توافق في وجهة النظر بخصوص هذه المواضرة ما اجتبعنا هناك كانت وزير خارجية واتصلنا بهم في اتفاق على أساس نخلق كيان مش ضد دولة من الدول المغرب العربي ولكن تكون كيفية تنسيق عمل التشاور تنسيق عمل لا تكون ملزمة في البداية ولكن نحن مع تونس نسق ومع ليبيا نسق ماذا بنا نسقه مع بعض أحسن مع نسقه للعمل ثنائي مليح تان عمل ثنائي انتعنا جيد لا مع الأشيقة الليبيين ولا مع الأشيقة التوانسة ولا مع الأشيقة الموريطانيين ولكن ماذا بنا نجمع كلمتنا أول ومرة في كل شهر وماذا بنا نسقه انتعنا حاول الرئيس عبد المجيطة تابوني ديرها لسرات مقبل حتى تذهبون للدول الخريج تتجاه بعض الدول الخريج مدائلين تكتل بينهم وبعض الدول الأخرى لا يوجد الداخل مثل قطر السعودية والأردن ومدائلين بيجمع شوفوا ان شاء الله فيها بعد بدير التحقير ان شاء الله موجهة ضد اي دولة ايضا اخواتوا كان واحد المشكلة الخاص للجزائر تفريه باش يندير هاد المشروع لان اخواتوا انكين شاهد الفيديو مشغلوا فقاموا عارفين خاطرها خاطران كريتيكي وشوية نورمال رأيس تبو نخلينا الحق هاد ماذا كانت المشكلة تعباب المندب عافوا اخواتي معبر الدب داب ولكيفه حدود الجزائرية الليبية لانه مسكن عنده عشر سنين هذك لازم يتفتح باش الامور متل هذي تصير اذا سيرت كما قلتو اخواتي ما تكتوش تتخيلوا القيمة الموضافة لحيزيد هذا التكتل للدخل الجزائري اخيرا يعني وصلنا للخبر الاخير اولا مزان مزلعتنا انا انا اولا الفيديو ندير وطويا اخواتي كل الكنام اللي قالوا الرئيس عبد المجد تابون الان مع ممثلي الصحافة وتحدث كما شدتو على الخمس ملايين ونص شهيد اللي شافتهم الجزائر تحت هيد الاستعمار الفرنسي وكيف يعني الامارات رهي الدولة المعادية ومالذي تخطر الجزائر له الكثير حاول يشفر الكلمات اللي قالها الرئيس عبد المجد تابون لانه في كلامه ضد هذه الدول مقال ولا مرة الامارات يعني مجبدهاش ولا مرة الان كل العواصم الان راهي تسيي تدير يعني تحليم للشفرة يعني هكا هو مسموها لكلام الرئيس عبد المجد تابون لكن اثبتت تحركات الرئيس عبد المجد تابون انه ما مفهمين فيها ويلو يعني راميها ضرور غير مع بعض حتى الشفرات مقدرش يحلوها وايضا رئيس تابون لوحظ انه حتى واذا كان عنده عبسة يخليها مخبية غير بين وبين مقربين له اصلا ما يحطرهاش وما يشفرهاش اصلا في مواقع التواصل اخيرا هذا الخبر الاخير خوتي كنا شاركنا معكم ديجا موضوع شراء الجزائر لدرونات صينية مرعبة كنا شاركنا ايضا كيفية صفحات صينية كبيرة شاركت الخبر انه فرنسا الان مرعوبة من هذا الامر انا ظنيت يعني انه كشغل الصين بكون انها هي الدولة المصدرة للجزائر احبت فقط تشيط للروحة لكن لا خوتي كثير من المواقع تتحدث على هذا الامر كيف ان فرنسا الان مرعوبة من الجزائر مثلا هنا قال لك هذا الدكتور سيم يوسف ينشر الاخبار حول العالم العربي باكمله هالي قال لك يعني محل للعلاقات الامريكية الدولية وعنده ايضا شهادة الدكتورة في العلاقة الدبلوميسية نشر هذا الموضوع كنت جاهدرتكم عليه البارح فرنسا في حالة رعب من الجزائر بسبب سلاح صيني السلاح الصيني خوتي هو هذا الدرون والمسمى ايضا كانت زوج انواع الدرون شيرت هالجزائر من الصين واحد اسمه WJ 700 Falcon High وايضا الاخر اسمه Altitude Long Endurance Hall وبخصوص سبب الرعب الفرنسي فهذا الدرونات خوتي قادر تلحق حتى للسواحل الفرنسية بلما يتم استشعارها من طرف رادارات فرنسا انتوما خوتي واشاركوا في هذا الموضوع ايضا خبروناكم في التعليقات على بالي الفيديو جعل اليوم كان اطول من العادة لكن ارجوكم خبروناكم في التعليقات حول هذا الموضوع شكرا جزيلا شكرا على المشاهدة وسنلتقي ان شاء الله مع المزيد من الاخبار والمواضع الى اللقاء